بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله واشتراكم حبيبيتي ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير وفي صحة جيدة يا رب العالمين كما تشوفوا بمناسبة العام الجديد او دخول رأس السنة الجديدة الفين واثنين وعشرين جبت لكم وصفة رائعة لكيكا اقتصادية بمكونات موجودة في كل منزل جي روعة روعة خفيفة وهشيشة وما شاء الله بمكونات اقتصادية وموجودة في كل منزل ان شاء الله ما نطوش عليكم نخليكم مع الوصفة والمقادير بالنسبة لعجينة الجنواز راح نكتبها لكم على الشاشة بش تسهل لكم ونختصروا لفيديو مكونات اقتصادية جدا بمكونات الجنواز العادية زوز بيضات ثلاثة بيضات ثلاثة ملاعق من السكر نصف كاس من الزيت نصف كاس من الحليب كيس فانيليا ودو ساشيت الخميرة الكيميائية وكاس وملعقتين من الفارينة نشيحوا بيها ما نخليوهاش تشيح بزيف ونخلطوها مليح بواسطة الخلاط الكهربائي ونطيبوها كيما تشوفوا كيف حمارتنا من الفوق شعلنا عليها بعد ما طابت من التحت راح نسقيها بالشربت الشربت كذلك راح نحطها لكم المكونات تاحها على الشاشة بيش تجي سهلة نصف كاس من السكر كاس من الماء يغلي مدة عشر دقائق كي تخرج لجنواز تاعنا وهي سخونة راح نشربوها تكون لازم تكون الشربت تاعنا باردة كيما تعرفوا كيما تكون الكيكا سخونة لازم تكون الشربت باردة بعدها نجي للتزيين تاع الكيكا تاعنا نجيب كاس من الشانتي وكاس من الحليب البارد جدا لازم يكون بيان غلاسي بيش تجينا لشانتي تاحنا حيك ما روحها مليح بيش نحطوها على الجنواز تاعنا ونضربوها بالخلاط الكهربائي جيدا راح نعطي لكم القوام بتاحها كيفا جاتنا بعد ما خلطناها بوسط الخلاط الكهربائي طبعا هاي لاجي الكيم شانتي تاعنا كيفاش حك ما روحها مطيحش من الملعقة لازم تكون شادة روحها بزيف حبيباتي بيش كنحطو الطبقا تاعنا تاني على الكيكا تاعنا تجي حك ما روحها نروح نجيب الكيكا تاعنا بعد ما بردة تمليح راح نديرها ديك الكريم شانتي من فوق نغطيها كاملة بلا كريم شانتي بوسط الملعقة فقط بيكون كوينات كيما قلت لكم موجودة في كل منزل وبهذه المناسبة نتقدم لكل الأصدقاء الأحباب الأقارب نتمنى لهم عام سعيد وكل عام وانتوما بخير حبيباتي إن شاء الله يعود علينا بالصحة والهنى والسعادة وخاصة الصحة نرفعه يدينا في هذا العام الجديد نستقبله بكل تفاؤل إن شاء الله يرفع عنا هذا الوباء وتكون سنة جديدة مليئة بالأفراح والهنى لجميع الأمة الإسلامية بأكملها إن شاء الله يا رب العالمين من دون ما ننسى طبعاً المتابعين والمتابعات الأوفية للقناة نقول لكم إن شاء الله دايماً سنة سعيدة عليكم وعلى جميع الأمة الإسلامية طبعاً إن شاء الله هذه القديمة أوفية للقناة ومدعمين لها تحية خاصة هاو حبيباتي بعد ما قطيت هنزد نروح ندخلها في الثلاجة زدت برد مليح نجي ونديروا صلصة الشوكولاتة كيما قلت لكم مش رح تشريوا لشوكولات رح تخدموها في الدار بمكونات بسيطة ومقادير مضبوطة إن شاء الله هتجي رائعة ما نكتروش بزيف السكر لأن الكيكة تعنا مشربة كيما تعرفوا حلوة نديروا ثلاث ملاعق من السكر نديروا قدر فنجان من الحليب البارد وفنجان من الكاكاو وفنجان من الزيت النباتي يعني المقادير تكون كام ربقس واحد نخلطوا جيداً المكونات ونحطها على النار نخلطوا بارد في بارد حبيباتي بشمن نحيو جميع الحبيبات ما حطوهاش على النار مباشرةً نخلطوا جيداً ببسط الملعقة الخشبية من الأحسن نخلطوا جميع الحبيبات نخلطوا جميع الحبيبات بعد ما حطيناها على النار جيت بش نحط فيها ملعقة من الزبدة وهي ساخنة نحركها من لي حتى ندوب فيها جيداً بش نتحصوا على القوام اللي لازم تحصوا عليه للصاصة الشوكولاتة نتعنا الرائعة نخلط جيداً هديك الملعقة هكي كما تشوفوا قاعدة الدوب لأن السلطة تعنا ساخنة نخلطوها حتى نتولي باردة ما نخلوهاش سخونة بزيف بيش نحطوها على الكيكان تعنا كتبقة ثالثة هاو حبيباتي بعد ما بردت شوية السلطة تعال الشوكولات نجيبوا الكيكان تعنا ونحطوها فوق هديك الكريم شانتي تعنا نصبوها فوقها ونبدو نصدفوها جيداً فوق هديك الكريم شانتي تعنا غرب العقل ندروها كتبقة ثالثة ما نخلطوهاش مع الكريم شانتي نحاولو ان نجيبوها لفوق هديك وندروها نمشيوها غرب العقل نسيسوها غرب العقل هكذا بيش تبقى كتبقة ما تخلطوش الطبقات في بعضاهم كما تشوفوا تزين تحها بسيط جداً بواسطة شوكولاتة ربيدها شوكولاتة عادية تكتبوا عليها سنات الفين واثنين وعشرين ولا تزينوها كاملة بالشوكولاتة كما تعرفوا اطفالنا يحبوا الشوكولاتة جيت ما شاء الله ان شاء الله عام سعيد عليكم وعلى جميع الامة الاسلامية باكملها اتقدم بيه تهانية خاصة للصديقات الحبيبات ناديا نجمة اسيا نقول لهم ان هذا المنبر عام سعيد وكل عام وانتوما بألف ألف خير ان شاء الله ربي دوم عشرتنا وان شاء الله دايما تكونوا انتم وأولادكم وأطفالكم في صحة جيدة يا رب العالمين وقالي غير نقول لكم في امان الله وحفظه مع السلامة